موسيقى تحية طيبة مشاهدين الكرام لقاء يتجدد دائما في السوق معكم مرحبا بكم ومرحبا بك يا سيد اهلا اولا مشاهدين الكرام طبط وطابط اوقاتكم دوما بكل الخير كالمعتاد الى عنوين السوق القرار المصري بوقف مرح تأشيرات دخول للسياح الافراد بالموانئ والمطارات يوجه لحركة السياحة المتباطئة مزيدا من الضربات ارتفاع عدد السياح الذين يزورون دبي الاثنى عشر مليون سائح سنويا من سبعة ملايين قبل خمس سنوات ومعنا في السوق الصين تكشف النقابة عن اول سيارة منتجة منخفضة التكلفة باستخدام تكنولوجيا طباعة ثلاثية الابعاد اهلا بحضراتكم الى التفاصيل وصف العاملون بقطاع السياحة المصري قرار وزارة الخارجية باقاف منح التأشيرات للسائحين الافراد في المطارات والموانئ بانه ضربة قاصمة للقطاع وكانت وزارة الخارجية المصرية قررت لاسباب امنية قصر منح التأشيرات في منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية اثار اعلان وزارة الخارجية المصرية وقف منح التأشيرات الفردية للسائحين القادمين للبلاد الكثير من الجدل والاعتراض من العاملين بالقطاع وكانت الوزارة اعلنت انه سيتم بدءا من منتصف مايو المقبل قصر منح التأشيرات في منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية فقط وذلك لاسباب امنية مشيرة الى انه على السائحين الافراد الحصول على تأشيرات مسبقة من السفارات المصرية بالخارج شركات السياحة والطيران والبنوك العاملة بالمطارات اعلنت رفضها لهذه الخطوة لتأثيرها على حركة السياحة والطيران وانخفاض حصيلة النقد الاجنبي خاصة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي والتوقعات بتدفق الحركة السياحية والاستثمارات لمصر خلال الموسم الصيفي ووفقا لوجهة نظر القطاع السياحي فان نسبة كبيرة من السائحين الفرادة ستفقدهم السياحة المصرية ويقدر البعض عدد هؤلاء بنحو مليوني سائح سنويا مشيرين الى انهم سيتوجهون الى دول اخرى لا تضع ما وصفوه بتعقيدات على التأشيرات بل وتقدم تيسيرات وتسهيلات للقادمين اليها ويطالب خبراء السياحة باعادة النظر في هذه الخطوة او تأجيلها الى ما بعد الموسم الصيفي القادم الذي يضعون عليه امالا كبيرة لاسترداد جزء من السياحة الى البلاد مزلنا مشاهدين الكرام في الموضوع لمزيد من المتبعة والتحليل ينضم الينا في الستوديو الاستاذ ايهاب عبد العال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة والاتحاد العام للغرف اهلا بيك ازياد يعني اسأل بداية هل تتطفق مع وجهة النظر التي تقول بان هذا القرار بالفعل ضربة قاسمة للسياحة كما يقول طبعا منظم رحلات واصحاب الشركات السياحية ام لا لا اتطفق في هذا الرأي مع حضرتك او معهم مع الزمل هذا الرأي يعني العاملين في القطاع مش كافة العاملين في قطاع السياحة طبعا انه المسألة في الاول لازم يبقى ليها منظور مختلف شوية انه في خلال الاربع سنوات السابقة دخل مصر تحت مظلة سياحة او غطاء سياحة كم من الغير مرجوب في وجودهم او من تنظيمات ادرد بالامن القومي للبلاد فطبعا احنا الامن القومي خطة احمر بالنسبة لمصر ده شك الشك التاني ان احنا بنبصلها بقى و بنحللها بشكل عام اغلب السياح الجايين او القادمين من الدول الاوروبية او الغربية بيجوا بشكل منتظم من خلال افواج منظمة من خلال توروبريتر خارجي و شركة سياحة في مصر وبالتالي هذا القرار لن يؤثر عليهم و لن يمسي هذا القطاع التأثير المباشر حيكون انا شايف في المرحلة القادمة اللي هي الخاصة بالاخوة العرب اللي بيجوا من منطقة الخليج طبعا دول بيسافروا بحاجة اسمها اللاست منت يعني ممكن يقرر قبلها بـ 48 ساعة انا هقرر ان انا اطلع قدي اجازة نهاية اللاست منت بوكينج او مفيش بوكينج من اساسه يعني يعني هو في الغالب بيبقى بيمتلك شقة في مصر او حتى لو جاي على فندق بيحجز حجز في ساعتها النسبة دي لا تمثل عدد كبير قيل انها 15-20% حسب بعض التحليلات العاملين في مجال الساحة المصرية 20% اللي بيجوا فعلا نقدر نقول لهم من 15-20% بس فعليا السائحين الفعالين منهم لا يتعدى من 5-6% لان العشرة في المية الباقين دولوا يمثلوا ناس لديهم مصالح داخل مصر بيمتلكوا مشروعات بيمتلكوا شقة بيجوا يتعلقوا فده ده مش سايح بزيز بالك ممكن ده يحصل على تأشيرة 6 شهر متعددة فيه نوع حتى يعني انا اسف بخرج فيه برضو بعض اعتراضات من النوع من انواع السياحة اللي هي سياحة الغطس او الغوص فيه بعض اجانب بيجوا اكثر من مرة يزوروا مصر عشان يختصوا في شارم او الجرداء او مرسع طب ايه المشكلة لما ياخد تأشيرة 6 شهر متعددة السفريات احنا ليه يا جماعة ما بندورش على الاقتصاد ليه ما بندورش على مصلحة البلد انا ممكن يتخذ قرار في المرحلة الحالية يأثر تأثير سلبي انا متفق مع حضرتك انه هيأثر تأثير سلبي لكن فيه على المدى مش البعيد قوي على فكرة نقدر نقول الاربع خمس تشكر هو القرار حيبتدي يطبق على فكرة من 15 شهر خمسة صحيح بعدها شهرين ثلاثة هيكون الالكترونيك فيزا دي انتهت اللي عايز يجي ان شاء الله ابيها باربعة وعشرين ساعة يخش يعمل بوكينج من خلال شركة سياحة ويحصل على التأشيرة حتى ياخد خدمة واحدة طيب طيب استاذ ايهاب يعني عذرا للمقاطعة ولكن يبدو ان هناك ايضا بعض العاملين في السياحة معترضين بشكل او باخر على هذا القرار فهل تم هذا القرار يعني كان فيه تواصل ما بينكم وبين وزارة الخارجية المصرية ام انها كان خبر يعني مفاجئ لكم او غير متوقع هو طبعا اكيد البوضوع ده او سيرة في مجلس الوزراء من خلال وجود السيد وزير السياحة لكن انا شايف ان هو قرار امني قبل من يكون قرار صادرا من وزارة الخارجية انا يعني اروح لهذا التحليل اكتر من قرار صرف على فكرة ده عبق على وزارة الخارجية لانه كم من الناس اللي هتروح عشان تحصل على تأشيرات وبشكل سريع هيبقى كبير في بعض السفرات في الخارج فانا شايف انه قرار امني يعني قبل ما يكون قرار خاص من الخارجية المصرية بالسياحة نعم طيب يعني اسأل هل يعني يحدث الآن يعني في الكواليس مثلا حوارات مبينكم كممثلين اقطاع السياحة مع الحكومة المسؤولين على ذا القرار بشكل او باخر انا افضل ان احنا نحترم القرارات الصادرة ونحاول نجد حلول سريعة مثل يعني التأشير الالكتروني دي رقم واحد نمرة اتنين الاتصال بشكل مباشر مع الخارجية لتسهيل الحصول على التأشيرات في خلال نفس اليوم او في خلال 24 ساعة للناس اللي هي ترغب في الحضور الى مصر هتؤسر وهتؤسر بشكل سلبي لكن مش بالتأثيرات اللي أنا سنعتها بالنسبة كبيرة لانه اغلب اللي بيجي هي السياحة المتواجدة خلينا نحللها بشكل مختلف كده وبسيط شرب الغردقة لقصر أسوان القاهرة لصبر الموضوع الاربع مناطق دي بيجي لها رحلات طيران عارض يعني مسبقة الحجز ومرتبة من خلال شركات سياحية فنقدر نقول ان المنطقة دي تمثل 90% او 95% منظمة فلن تتأثر يعني ايه معلش القاهرة بره الموضوع يعني السياحة في القاهرة بره موضوع الرحلات اللي هي الطيران العارض شارترز غير منتظم اللي هي بتيجي من خلال تورو بريتر خارجي او منظم رحلات خارجي مع اتفاق مع شركات وهي عمود اساسي في السياحة المصرية وهو الاساس كاعداد هو ده الاساس دي لان تتأثر القاهرة تأثيرها بيبقى فينا في السوق العربي صحيح السوق العربي انا شايف انه سهل جدا السيطرة عليه لو اعلن بشكل سريع انه يا جماعة عشان تيجوا مصر اعملوا حجز باكيج مسبق مع شركة سياحة عندكم في بلادكم بالاتفاق عشان اتعدى موضوع السفر انت بقى عايز تيجي تقعد في شقيتك شهر شهر ونص او شهرين خد تأشيرة من السفر نصيد الدولة بمبلغ نستفيد بيه يعني اي دولة في العالم على فترة اكتر دولة بتدخل سياحة في العالم عشان دي بقى عارفين الولايات المتحدة الامريكية نعم ما عندهش حاجة اسمها تأشيرة اثناء الدخول نعم صحيح صحيح نعم طيب اخيرا استاذ ايهابي في مصر فهل تعتقد ان مثل هذا قرار سيؤثر على مثل هذا التنشيط يعني للسياحة هو طبعا المؤتمر الاقتصادي ده مؤتمر اقتصادي استثماري يعني مشروعات ستظهر الى ارض الواقع في خلال سنوات لكن مؤشر المؤتمر الاقتصادي بالنسبة لنا انه هناك استقرار داخل البلد السياحة ما هواش زرار بندوس عليه والدور بطوره نتحرك في عملية مسبقة تنظيم انا شايف مردود الحركة السياحية هتعود ان شاء الله وبشكل جيد جدا من خلال شهر بداية من شهر 9 2015 لكن فترة الصيف حتى ربعا ان شاء الله هنشوف الاخوة العرب يمكن عملنا كذا حاملة في التلفزيون مصر وريبة انه ان شاء الله حيبقى فيه تحرك كويس وتأثير موضوع التأشيرة دي حيؤثر بشكل بسيط بس حيوفيد انا شايف حيوفيد الاقتصاد بشكل اخر وامنيا بشكل اكبر وامنيا نأمن الموضوع نعم مستوى بيهاب عبد العال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة والاتحاد العام للغرف شكرا جزيلا لحضر شهد السوق السعودي حالة من الهلع بين متدوليه دفعت به لتسجيل اكبر نسبة خسارة منذ اكثر من ثلاثة اشهر ونصف حيث تراجع المؤشر بنسبة اقتربت من خمسة بالمئة على اثر تحركات عسكرية سعودية تجاه الحدود مع اليمن كما انهى سوق دبي المالي باللون الاحمر ليعاود هبوطهم مجددا بعد جلستين من الارتفاع في ظل ضغوط بيعية على اسهم العقار بقيادة ارابتك الى جانب البنوك والاستثمار كما فشل المؤشر العام لسوق ابو ظبي في التماسك بنهاية التعملات بعدما استطاع تحقيق مكاسب بمنتصف التعملات بدعم البنوك الا ان تراجعات الطاقة والعقاري اثرت على مسار الجلسة وفي الدوحة كثف الاجانب تعاملاتهم ببرصة قطر نحو البيع بينما قام المواطنون بالشراء عن طريق الافراد حيث قامت المؤسسات بالشراء اشتركوا في القناة ارتفع عدد السياح الى دبي خلال الاعوام الخمسة الماضية من سبعة ملايين سائح سنويا الى نحو 12 مليون سائح بنسبة تصل الى 70% واعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي ان هذه الارقام تقترب من تحقيق هدف دبي بجذب 20 مليون سائح سنويا بحلول عام 2020 متوقعة استمرار نمو اقتصاد دبي بنسبة تتراوح بين 4 و5% خلال العام الجاري وقالت الغرفة ان عام 2014 كان استثنائيا لدبي بشكل خاص والامارات بشكل عام منوها الى ان قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية سجلت اداء استثنائيا وحققت معدلات نمو عكست مكانة دبي كوجهة جذبة للاعمال ومركز اقتصادي عالمي ولازلنا متواصلين معكم في السوق ونتابع مع حضراتكم بعد فاصل قصير جديد عالم التكنولوجيا في مجال الهواتف المحمولة دينوفو تطلق هذا الاسبوع هاتفا ذكيا جديدا في الصين يجمع بين خصائص ومميزات الهواتف الذكية واجهزة التابلت اشتركوا في القناة